هل اتحاد الكرة له دور في التدخل في كتابات الناشئين في الاندية؟ لا ما يدرش الدخل لكن المسابقات المسابقات واندية في مصر توغلت في التزوير والتسنين ومتسابة لأقصى درجة في اندية على مستوى مصر كلهم معروفين تزوير وتسنين ويقول لك يثبت ويقول لك يعمل طب بعدين لصالح مين لصالح مين عشان يكسب بطولة في الناشئين يا سلام منتضغط المدرب بقى انت لو ما تخدتش البطولة هتمشي فالمدرب بيعمل اي حاجة وللأسف النادي بيبقى عارف ان في عمار سنية غير مضبوطة وبيسكت انا بس فيه واحد كنت شاكك فيه واحد شاكك فيه فبابين او لأ يا خبراب يد النادي عندي عارف ككبت لأ انا دقى لأ خلاص مش نقعد بقى ندافع عشان نقعد ندافع وراحوا عملوا اساور في معامل كتير جدا وللأسف للأسف دي قضية رأي عام للأسف للنتائج غير مضبوطة بالمرة ونتائج بتطلع اي كلام يا راجل ده انا فيه وديت اتنين لعيبة يتعامل لهم اسورة كنا شكين فيهم وعملناهم على حساب الراجل الفني اللي دخل عامل اسورة خرج للإدارة قال له دول مضروبين رسمي بس هالسانة راجل الاستشار يجي يكتب التقرير كاتب التقرير كويسين واسئل حوة وفيش حاجة خارسة طب تعمل ايه بقى الوقت حاجة بتقولي لدوقتي فيه تزوير فيه ما يخص الأعمار تقولي فيه مجملات تقولي فيه عندية بتاقود فلوس في قطاعات النشئين طب احنا لما بنسمع الكلام ده كله بتتشاقم عارفة تطلع انت بقى انت بقى بتشاقم وبتعمل بش عارف ايه انا بقول يا جماعة انا والله العظيم يا كريم ما حد بيحب بلدي قد ونفسي اللي احنا نوصل لحاجة جبيرة ان انت عندك انت فوق الميت مليون معقولة ده انت النهاردة تضرب افريقيا دي وانت حط ترجع الرجل صح يبقى انت احسن وطبيعي ان مصر كمنتخب مصري وانا كل اهتمامي بالدولة الممتاز وكل اهتمامي بالمنتخب الاول طب والناس اللي عملت الغزة انت وحظك بقى واحد طلع بقى واحد مهي صدفة ايه حطول وقت موتمديلة على الصدفة زي جيل الفين وستة الفين وتمانية والفين وعشر يا عملية صدفة جيل استثنائي ايوة زي جيل تمانية وتسعين زي جيل تمانية وتسعين مصنوع اه مصنوع اه اشتغلنا معا كتير اه ستة وتمانية وعشرة اه مواهب بالضبط بعد كده بعد كده فيش نتكلم في تاريخ طويل للكره المصرية تتحدث على تمانية وتسعين وتتكلم على اه من عفين وستة الفين وعشة اربع سنين من اربع سنين وتتكلم برضو في اربع سنين ما لابقول لك تمانية وتسعين وبعد كده حصل ضرب بعدين ستة والتمانية وعشرة مم في ناس من تمانية وتسعين كملت مع ستة والتمانية وعشرة مم احمد حسن وحسام طبعا وعب زهر الساقة وعب زهر الساقة صح صح ففي ناس كملت فا اه احنا النهاردة يا جماعة دورنا لان احنا دايما النتائج بتحكمنا مم الفرقة كذبت المدرب هايل والادارة هايلة واللعيبة هاي. ثلاثة ايام الفرقة خصت. المدارة ما عندوش فكرة ولا عدوش فكرة. لا والمنظومة والنشئين. مش معقولة. مش معقولة. انا انا فاكر من سنة التسعين يعني من اول ما بدنا نقرأ بنتكلم في الكورة يعني نوع على الكورة لاحتراف يا جماعة. لازم الاحتراف من التسعين تتكلم في كم سنة بقى عدي يعني تلاتين سنة اكتر. تمام? نفس الكلام. انا بقول لحراك. انا بقرأ من ساعة منها صغير. في الجرايد نفس الكلام. في المواقع نفس الكلام. في القناة نفس الكلام. هو هو نفس الكلام. لاحتراف وقطاع النشئين. لاحتراف وقطاع النشئين. مسابقاتك. اه. المنتخباتك. اه. الاشراف على المنتخبات. اه. الانت خدت ده ليه? وباخدتوش ليه? اه. وما خدتش فلان ليه? وما لفتش هنا ليه? وروحت هنا فين? ليه? اه. ليه كده بسيب الامور وخلاص ناس انا عملت المنتخب. فين المتابعة? فين المتابعة? احنا النهاردة عندنا مصر كبيرة طفين النهاردة ما اقدرش اعمل انا منتخبات على مستوى عالي وهديهم الامكانيات واحتكاكات وخلي الولاد دول هما دول للمستقبل وهنا النهاردة لسه هتفرج على الجيل بش عايز اقول اسمها عشان ناس بتزعل لسه بتفرج مطش بالجيكا بتاع المنتخب وبص يلاقي فلان وفلان وفلان ولسه هتفرج على دول كمان لسه